سوف نتدين معنا الكمامة ونرى أن الأغلب من الناس لا يدين الكمامة منهم أنا كذلك ولكن من أن نصل إلى براجة للرجل الدارك السلام عليكم الله تعالى وبركاته مشتاق العبدتي معكم السلام عليكم أريد أن أحيانكم أختي كيف سمعتم؟ أريد أن يخرجوننا من إسلامنا بشير جعونك دولة ليبرارية ديمقراطية فنزلوقية التي انتقل فيها المغرب من مشروع دولة إسلامية إلى مشروع دولة ليبرارية ديمقراطية اجتماعية يعني هاتش كله في مصلحة الناخب المغربي كيف يعقل؟ دولة قرون وهي مثل ما؟ والجنتات قلنا نرضوها ليبرارية ديمقراطية كيف يعقل هذا؟ أمير المؤمنين وكيف فهمونا شنو هذا الكلام؟ ولكن المشكل هو من يتلقى وزير وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية يعني أعزل أكثر من 1801 في 4 سنين وزير على وزارة 20 سنة هو وزير عليها حمد التوفيق يعني ما هو خرج كلية الشريعة عنده إجازة في الطاريخ وعنده شهادة في علم الآثار عنده الحق يعني هذه المشاهزة اللي غلق كاملة وهذه المصاحف اللي ما تلمسوش ووراق انتخابات تفرقوا من دازوا على سبعين يد باش وصلوا اليد مسموح ولكن المصاحف متلمش والمشاجد الأغلبية ديالها يعني مقفولة هاد السيد رابغيرد هاد شيء آثار وهو هذا إذا كان يعني عنده إجازة في الطاريخ وعنده شهادة في علم الآثار رات هاد المشاجد بغيردها آثار هاد اول مشكل باش شرحنا يعني في طريق الليبرارية الديمقراطية يكفينا غياد اللي برارية اللي عندنا دابا يعني وكيف قلت هاد سي حمد توفيق هاد مسمى بحمد توقيف يعني قلتكم عزل أكثر من 1800 إمام يعني في 4 سنوات احنا ماشي مع الأئمة المتطرفين والذين يدعونا للإرهاب ولكن نحن مع الأئمة اللي يطالبوا بحقهم كيف يعقل يعني أجول موظفين تضرب من 3000 إلى 3000 إلى 3000 درهم أما الأئمة قد تعرفوا بشكل كيف يتخلصوا أخوتي أراء من 300 يعني 300 إلى 600 درهم 300 إلى 600 درهم ليس 300 إلى 600 درهم على العرض الله ومنين يطالبوا بحقهم يتحبسوه وتفرض عليه غرامة كذلك منين سيجب هذه الغرامة يعني شيء لا يعقل والله فلهذا رأفوا بدك الدولة والله يرحمني والدين رأفوا بدك الناس اللي ما في حالهم وبالخصوص اهتموا بالأئمة و أنا ما فهمتش علش الدولة يعني حياتها كلها وهي مثل ما وهذا الوقت بدتت حرب على الإسلام لا بالفعل حرب على الإسلام ولكن ما تجيناش من القراب لنا ما يمكنش رأى كثيرت حرب على الإسلام يعني رأى كل شيء بين قدام عيون دينا غير مثل المساجد كيدخلوا لهذه المتطهرين وبندم مضي و كي المساجد اللي يصلوا فيهم ناس قلال أرى الأغلبياتي عمروا غنهار الجمعة ولا ما الصروات الأخرى تكونوا يعني مرخوفين ما ما تكونوش عمرين بزاف وعاد المصاحف اللي ما تلمس أما المقاهي والأعراس في الديور و يعني الزحان في السواق و يعني كاريتا ولا في الأوتوبيسات ولا مثلا هاد العطلة التالية كنت في المغرب ده بمشارك معكم واحد الفلوغ الاماكين اللي زرنا والأحباب والأهل كنت نصافر يعني متى كنت نصافر في الكار احنا غادي نتدين معنا الكمامة و كنت نشوف يعني الأغلبية الناس ما دعوا الكمامة منهم أنا كذلك ولكن من كنت نصلوا لشي باراج ديال رجل الدارك يقول لك دعوا الكمامة أقول شيئين وضي دعوا الكمامة لحتى تتغاوت مع واحد الشخص سينا نقريس ونتمكينه قلت لزعمة لم يطلعنا لم يطلعنا الكمامة ونبقى بكمامتنا إلى حتى يصل كل واحد لبلاستو ونحن نحكف لكمامة ويطلعون رجل الدارك ونبقوا الكمامة ما هي المشكلة في الكمامة هذا هو يعني ماشي بقى تغير المساجد تشدوهم فالهذا نطلبوه برحيل هذا الشخص الله يجعزكم بخير ويعني كفاية كفاية مهزلة وباركة علينا من هذا الضحك على الضحك أو تبعين خالة فرنسا وعلى ذكر خالة فرنسا خرجنا هذا بودنين الذي اسم إيريك زمور أو إيريك مزمور إيريك زاموغ كيف يقولون لهما يعني يقول لك لا ترشح ولا رئيس لا يبقى شخص يسمي محمد استغفر الله العليه العظيم شوالة مهزلة وصلنا لك حرب على الإسلام ويعني يجب المسلمين يتحرك صالح المسلمين قال لك سيدي اللي تزادله الشيطيفل لا يسميه محمد محمد عائشة فاطم زهرة خديجة حاولوا تركزوا على هذه الأسماء إن شاء الله وخليوا بودنين كيف يقولون صبح الله فخلقت الله ولكن كيف يقولون هذا حرب على الإسلام وعلى ذكر الإسلام وقعت لي واحد القصة مع اسم ابن صبح الله لما 2003 2003 كان واحد العنصري هنا الاسم بيم فرتان كان تقتل مع متطرف هولندي هو الذي كان قتله في فيلدرس المتطرف العنصري والآخر يعني كرهيتهم الإسلام كنت نشوف في التلفزيون والهضراح المسلمين وذلك الساعة أراني ما عندي وراق ما مجوج موالوا وكنت نقول صبح الله إلا تجوجت ولدت وليد أول ما سنسميه سنسميه إسلام يعني ضد هذا الناس صبح الله هذا الإسلام اللي ما تحمله إسلام ستسمعه في المدراسة ستسمعه في الكورة ستسمعه في الساحة ستسمعه في الدرب يعني 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 تردد الإسم أنت الإسلام ديما وصبح الله ربي رزقني بإسلام الله يخليه لي ويخلي لكم ولداتكم جميعا وسميتوا الإسلام وعندما يعني 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 وعادة كتبتها لها كيف تكتبت اسم الدين ديالنا عطيتها لها صافي وتسمى الإبن ديالي إسلام هذه قصتي مع إسلام والله يعز إسلامنا أما الخبر الجاي وهو كيف سمعتوه يعني الفناني دلع فن صاوبوا واحد طبيق وبالخصوص وقيلات المغنيين صاوبوا واحد طبيق يعني باش تكلم مع شي فنان إلا بريتي أيو السلام عليكم هلو هلو بوتي هو ذاتي المغارب بلزم هوركي ساتي عبدالعزيز بسي فاع ما في المكن سواء عندك في المغارب أو خارج المغارب بغير مقول لكم أول طبيق ممكن تعملوا باش تواصل مع أي فنان مشهور اللي بغير تواصل معي ولي بغير شي ديالكاس ديالي أو عيد الميلاد تلشارجي سات أبيكاشون Allo My Star إن شاء الله لقاله My Star ودخل دويك مع الفنان اللي كيعجبك تبال طلع لي وهنتم كتشوفوا هذا واحد المثال على بتسم تسكت يعني خمسات دقائق ب1343 عشرات دقائق ب1791 وخمسات دقائق ب1687 درهم هل هذا هو عقل يا إخوتي؟ ماذا رأي الجنون؟ يعني كنا لا نعرف أي طنالك تقدينا صهراء ما ستأخذي هذا التمان اللي ستأخذي أنت فربعة ساعة أو نص ساعة وش غاد قولوننا قاع ش غاد قولوننا ولا ش غاد نقول لكم ولا ش غاد قولوننا أنا هدرز معك تخمسات مينون وش غاد قولوننا وش غاد قولوننا وش غاد نقول لكم أراك غادي في الخسران أحمدي أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة